اشتركوا في القناة بالذات بعد محاكمة دكتور محمد مرسي الأخيرة والله حضرتك هي البورصة انتعشت نتيجة الوضع الأمني المستقر للناس شايفية وبدأت الناس بحالة تفاقل لأن الاقتصاد مرتبط بالحالة النفسية والحالة الأمنية والناس بدأت المتعاملين المصريين والمستثمين المصريين يطمنوا الأجانب في حجم الشراء والتداول فالبورصة بدأت تنتعش وليس قدامها فترة كويسة هل نبدأ بأول أخبارنا وهو من عبد النورة الانتهاء من تعديلات قانون الصناعة واعتماده من الرئيس خلال أيام هلاك يا ريت تكلمنا عن هذا القانون وحضرتك القانون ده الهدف منه تشجيع المصانع المتعسرة ووجود قوانين تحمل المستثمرين الأجانب والمصريين علشان ما يخشوش في مرحلة من المحاكمات والقضايا على المشاريع اللي بتقوم في مصر يمكن كمان فيه أكتر من مصنع مقفولين لحد تلوقتي حضرتك في عدد كبير جدا من المصانع وده دور الغرف التجارية في التعاون مع البنوك أنها تضخ أموال جديدة في المصانع المتعسرة علشان حجم العمالة المتوقف ده يشتغل تاني بصبت المتعالي ده يعني هو القطاع المصرفي هو المسؤول جزئيا عن هذا العمل هل ممكن يتم التنصيق ما بينهم لأن المتعالي ده هيبقى مهم جدا طبعا ده دور حضرتك الوزير واللجان بتاع الغرف التجارية وزير الخارجية بيبحث في أسبانيا سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية ندى نقول مما ده احتياجات مصر للمساعدات الخارجية والله حضرتك هي نسبيا بتبقى الهدف منها توصيق أن الدولة عندها قدرة على السادات إنما حجم الأموال المصرية والعربية أشوف أن هي كفاية للسمرار العامل في مصر يعني أهميتها إيه؟ أهميت ندى دول مصادعات المساعدات الخارجية دلوقتي هو حضرتك ده دورها مهم في إثبات للعالم الخارجي والدول الأوروبية والاتحادات والمصارف العالمية عشان التصنيف أن مصر عندها قدرة في التعامل والتجاوز المرحلة وأن احنا عندنا قدرة للسداد والالتزامات البنكية والالتزامات التجارية اللي علينا خارجية ممكن حضرتك قلت أن البورسة مرتبطة جدا باستقرار لحالة نفسية واستقرار لحالة الأمنية هل ده كمان يعلقوا بالاقتصاد ويمكن بالمساعدات وغيرها كمان أنا هسدد إزاي وأنا ما عنديش استقرار أمني لازم حضرتك الاقتصاد فيه جوانب أساسية ظهرة للناس وجوانب ليس ظهرة للناس الأمن رقم واحد الحالة النفسية للناس رقم اثنين الخطط المستقبلية رقم ثلاثة القطاع المصرفي اللي موجود في مصر بخبرته في دعم التزامات الأطراف الأخرى خروج الأموال ودخلها بشكل مناسب بيخلي المستثمر والبلاد الأجنبية تتعامل معاك بشكل حيرة فيك لأن التصنيف ما بين البنوك بيخلي البنك يبقى عنده قدرة على الالتزام من عدمه في الوضع الأمني بتاع البلد يعني دي لو قلنا رشدة سريعة لصوب الخروج من الأزمة الاقتصادية دي أهم بنودها ولا في حاجة حضرتك تحب تزاويتها طبعاً حضرتك الخروج من الأزمة الاقتصادية محتاج تلات حاجات الأمن القطاع المصرفي في زيادة خدمته ضخ أموال في الشركات والمؤسسات والمصاني المتعسرة الحاجة التانية هي التزام الحكومة في الخطة الموضوع لإستمرار الاستثمار طب لو حبينا نحط خطة برضو سريعة لإسترجاع الاستثمارات بمصر بشكل جيد هارك تفتكر نبدأ منين؟ نبدأ أول حاجة برجال الأعمال المصريين لازم هما يبتدوا ينشئوا مشاريع جديدة غير مشاريعهم الموجودة حضرتك في الفترات الأخيرة شفت إن في مجمعات صناعية للحديد بشكل قوي الأجانب بيحبوا الاستثمار في الحاجات الاستراتيجية زي الحديد زي الأسمنت زي الأسمدة لازم القطاع رجال الأعمال المصريين هما اللي يبدأوا ده ده أول حاجة تاني حاجة طبعا للوضع الأمني اللي هو مستقر بنسبة 80% الرؤية للمجموعة الاقتصادية لازم تبقى واضحة أكتر من كده فيه شفافية فيه إعلان لخطتهم على الخمس سنين الجايين علشان المستثمر يبقى قادر يحط تصوره للفترة اللي جاي طيب ومؤسسات الدولة يا فندم إيه كمان دورها عشان يكون أكيد لها دور يعني هي مؤسسات الدولة ليها دور بس ده مرتبط بالخطة للموضوع اللي حطها الحكومة هو مش هيقدر ينفاصل عنها لأن دايما بيسمع كمان غير عن قوانين ممكن تكون تعجيزية شوية أو بعض قرارات اللي ممكن تكون تعجيزية شوية لما حد إيه للمشروعات الصغيرة حتى للشباب لو أنا بتكلم على مستقيم كده رجال الأعمال الكبار بيعرفوا لقاسكتهم يعني بالبلد كزي ما بيقولوا بس ما بيجي تكلم على شباب بلا إن موضوع فيه تعجيزات مرعبة لأن حد يجي يبدأ مشروع أو حتى يفتح كوش لهم يعمل أي حاجة الموضوع في تعجيزات مرعبة شوية هو ده طبعا كان واضح في الفترة اللي فاتت بس أنا شايف أن البنوك بتغير سياستها الرؤساء البنوك الجودات كلهم جايين من كاتجري مختلف مش حكومي فعنده المخاطرة عالية هيقدر يدعم القطاعات دي في سنديق بتشتغل في البنوك بتضخ على القطاعات الصغيرة ولكن هي مش ملموسة دلوقتي نظرا للظروف إن ما حادش بيعلن عن خطواته لا والشروط يا فندم يعني ساعاتي سألوا الشروط ده تبقى مكحفة من جانب سواء البنوك أو من جانب الوزارات أو من جانب الحكومات حضرتك ده راجع للخصور في الفكر حضرتك الفكر الاقتصادي هو مش عايز ياخد مخاطر في ظل الظروف اللي احنا فيها ده ده على طول على فكرة من قبل حتى للظروف اللي احنا فيها يعني مش يعني مع ان هو بيزنس اتس اولا باوت ريسك صح؟ مزبوط طيب يعني كده كده في ريسك بس حضرتك الريسك في مراحل معينة لازم يتحسم لأن حضرتك كان فيه فترة في التسعينات تم انفاق وخروج أموال كتيرة من البنوك ما تمشي استرجاعها كلها أعمل التعصر التعصر ده احنا بنعاني منه من قبل مين بقى يا فندم؟ من قبل رجال أعمال كبار صح؟ يعني بملايين ومليارات؟ مزبوط وبعد كيه تم التصالف مرة تانية مع بعض رجال الأعمال وتم رجوعهم مرة تانية للبلد؟ مزبوط مزبوط طيب خلينا نقول إيه اللعيب اللي موجود على الحكومة الحالية عشان ترجع فعلا تشتغل بجدية وعشان ترجع للساسمارات والسياحة لها هي عام المهم متهيئة من عام الاقتصاد المصري اللعيب اللي موجود دلوقتي على الحكومة أنها ما عندهاش خطة واضحة ما فيش ما بيدعمش القطاع الخطاع اللي موجود معاه بناس من زو الخبرات المتواجدة في السوق فلازم حضرتك يبقى النهاردة زي مثلا المجلس الجديد لسوق المال حضرتك جاب ناس عندهم خبرة متوفرة عارفين من المشاكل اللي بيعنيها سوق المال حضرتك أنا ما أحب أعمل حاجة في السياحة لازم أستعين بناس من المجال نفسه ممكن مصر تستضيف أول مؤتمر دولي حول مستقبل صناعة الطيران يريد تحرك تكلم عن مؤتمر ده حضرتك المؤتمر ده الهدف منه توضيح الرؤية للعالم الخارجي على أساس أن مصر فيها أمان في استثمارات في مستقبل لكافة الاستثمارات في مصر من ضمنها الطيران الخدمات الجديدة التسهيلات اللي بتعملها المطارات المصرية والشركات المصرية وفتح مجال لأكتر من شركة على ما أنها تيجي تستثمر في مصر طب مين المشاركين يا فندم من الدول في هذا المؤتمر؟ حضرتك في دول الأوروبية والدول العربية كلها مشتركة وفي مستثمرين على المستوى الشخصي وكشركات قطاع خاصة يمكن إحنا سمعنا يمكن تصريح من الفريد الأولى عبد الفتاح السيسي أن ممكن يتم تصنيع أول طائرة مصرية أنا مش عارف سلحة الكلام ده هل وهيتم من قشرة في المؤتمر ولا لا؟ هو ده حضرتك طبعا أكيد محدش يعني كلها تنبؤات لأن دي تصريحات على مستوى عالي بس هو طبعا كان فيه في الهائة العربية التصنيع وفيه في الإنتاج الحربي محاولات من فترة لتجميع أول طائرة مصرية وإنتاجها في مصر طب يا فندم رؤية حضرتك لفترة قادمة بالنسبة لإقتصاد المصري والله حضرتك هو ده متوقف على الوضع الأمني والحالة النفسية عند الناس وتأملاتهم في الخطة المستقبلية أستاذ شعبان عبدالخلق بحث بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بشكر حضرتك يا فندم على وجودك معينا ونتمنى إن شاء الله يكونون لقاء تاني في لقاء الأسبوع لنطمم فيه أكثر على أخبار اقتصاد المصري ننتقل لفاصل ونكمل معاكم بأي فكاراتنا فخليكم أيضا